بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكوم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الخير الذي يفيد البلاد والعباد يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الخير الذي يكون للصغير وللكبير للفقير ومن معه أموال فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائل ويقول يا رسول الله أي الكسب أطيب عند الله سبحانه وتعالى فيجيبه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور هذا السائل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أي العمل أكسب أطيب أفضل عند الله سبحانه وتعالى هو يرغب في التعلق القلب بينه وبين الله من خلال ما يقوم به من أعمال يا رسول الله أي الكسب أطيب عند الله سبحانه وتعالى فقال له حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا ويعلم البشرية عمل الرجل بيده أي ما يقوم به الإنسان من عمل بيده في زراعة أو تجارة أو صناعة أو كتابة أو غير ذلك مما يقوم الناس به في ليلهم ونهارهم حتى يصلوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى ثم نبه صلى الله عليه وسلم على أمر ربما يقع فيه بعض الناس فقال وكل بيع مبرور البيع المبرور هو البيع الذي يكون ليس فيه غش ولا خداع ولا رياء ولا رفع للأسعار أو استغلال حاجة الفقراء في رفع الأسعار عليهم لماذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن البيع أحله الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربع ولكن الله جل في علاه جعل البيع الذي يكون فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى هو الذي يوصل العبد إلى رضوان الله بعض الناس ربما يقع في بعض الممارسات التصرفات التي تحيد عن البيع الذي أراده الله ويبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى من هذه الممارسات الاحتقار أن يمنع التاجر هذه السلعة يحبس المال يحبس الطعام يحبس الملابس في مكان لا يصل إليه الناس لماذا يفعل ذلك؟ حتى يجني مالا كثيرا ولكن تذهب البركة من هذا المال هذا الفعل وهذا التصرف لا يجوز في شريعة الإسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه حينما تعرض لشرح هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاطئ أي الآثم الذي يقع في الإثم وفي المعصية قال وهذا نص في تحريم الاحتكار الاحتكار هو شراء السلعة أن يشتري الإنسان السلعة ثم يقوم بتخزينها في وقت حاجة الناس إليها الناس يبحثون عن هذه السلعة بالليل وبالنهار بقصد أن يضيق على عباد الله أن يضيق على خلق الله حتى يجني المال الكثير من هذا التضييق الذي لا يريده الله ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الفعل حرمه الله سبحانكم وتعالى وتمحق البركة من هذه الأموال ولذلك جاء في الحديث الذي رواه لنا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعوم الجالب أي التاجر مرزوق أي تنزل البركة في تجارته وفي أمواله لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى والمحتكر ملعون لأنه يضيق على عباد الله سبحانه وتعالى الجالب مرزوق تفتح له أبواب الخير ويفتح الرزق لأن الله سبحانه وتعالى يعامله بالخير كما عامل الناس والمحتكر ملعون أي محروم من رحمة الله ممنوع من بركة الله يضيق عليه في رزقه لأنه يضيق على عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز للإنسان أن يقوم بهذا الفعل الذي فيه مخالفة للشريعة الإسلامية هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر